بقول لك يا دكترا هو الكارديو دوت عبارة عن الكار والديو حلقة جديدة سلام عليكم ايه هو الكارديو؟ الكارديو دوت هي التماريين اللي بنبقى نستخدمها عشان نبدأ نزود معدل لهارد توريت او معدل نبوذات القلب عندنا في الجسم فبالتالي نبقى في حتة اسمها ايه الفات بيرنينج زون او في منطقة حارق الدهون ايه صور الكارديو عندنا؟ كارديو بقى ليه صور كتيرة ممكن يكون ماشي عادي عالقرض او ماشي عالمشية في البيت او اي نوعية من الماشي او سبرنت مثلا ده نوع برضو من الكارديو او حاجة اسمها الهي انتينست انتيرويل ترنينج او الهيتس ودي برضو نوع من الكارديو واضحنا في فيديو كامل ممكن تبقى تشوفهم اللينك فوق ايه هي فوائد الكارديو او ليه اتمرن كارديو بالذات واتمرنش نوعية تانية من التمارين اول حاجة الكارديو ممتاز جدا لحرق الدهون او طبعا زي ما اتفقنا نوع بحطك في حتة الفات بيرنينج زون او في منطقة حرق الدهون انت مزود معدل نبضات القلب بتاعتك فبالتالي بيزود حاجة اسمها الفات اكسيديشن او اكسيادة الدهون فبالتالي بتحرقها تاني حاجة وهي الاهم بالنسبالي والي باعتبرها اساسية ويبقى الكارديو نفسه فريد فيها جدا نوع ممتاز جدا لنصوحة القلب والرئة والاوعادة موية بدراسة عملت من اثبتت ان مية وخمسين ديئة كارديو في الاسبوع يعني متوسط مسلا عشرين ديئة يومية من الكارديو معناها متوسط الشدة يعني متوسط الشدة برضا شان بتعرف تختبر الموضوع دوت ان انت وانت بتجري او انت وانت بتعمل التمرين دوت بتبدأ مسلا بتعرف تاخد نفسك بس صعبة سنة تمام? يعني مسلا انا مساعد بتعمل التمرين كده تتكلم مش عادة كده انت مش قادر تاخد نفسك خالص تمام? انما انت لو بتعرف تاخد نفسك وانت بتتكلم لو بتعرف تاخد نفسك وانت بتتكلم بس بصعوبة سنة يعني مش عارف انت بتتكلم بصعوبة سنة بس عارف تتكلم لسه كده انت في مية وخمسين ديئة في الاسبوع من دوت ممتازة جدا لصوحة القلب اول بديل عنها سبعين دقيقة على معدل عشرة دقايق يوميا كارديو تمام? دو برضو ممتاز جدا بس معناها ان انت متعرفش تتكلم وانت بتجري يعني انت بتجري كده عادي اللي هو من كتر حدة التمرين ومن كتر المنبضات قلبك مرتفحة انت مش قادر تلتقط انفاسك او ما تقدرش تتكلم وانت ايه بتتنفس? طبعا في رمضان انا بنصحك بالنوع المتوسط الشدة دوت لان هو ده الممتاز بالنسبة لك في رمضان. ايه افضل وقت الكارديو في رمضان? افضل وقت الكارديو في رمضان هو قبل الفطار بتلاتين ديئة. حيس ان انت تعمل التمرين على طول وتروح تفطر. تمام? ده بيبقى احسن وقت لان انت جسمك بيبقى على قرب الفطار كده بيبقى تقريبا فاضي جدا من المواد الغذائية. فبيزيد فرصة جدا حرق الدهون عندك. وبالذات ان انت بتعمل الكارديو اللي هو بيستهد في حرق الدهون او بيبقى في الزون ديئة المنطقة بتاعة حرق الدهون. فقبل الفطار هي بقى ممتاز جدا. قبل الفطار بقى دقيه. تلاتين ديئة. بقى ممتاز جدا لحرق الدهون. بس ضروري جدا انت او ما تروح تفطر تفطر فطار صحي زي ما اتفقنا ووضحنا الكرام ده فيديو. بس اقول لكم ورده في الكارديو فوق ممكن تبقى تشوفوه. بس كده دي كاتشوات معلومات عن الكارديو بتاعنا في رمضان ازاي نعمله و ايه الفوايط بتاعته. لو عاوج الفيديو طبعا ما تنستناش في لايك جميل جدا واشترا في القناة. واستناننا بكرا ان شاء الله في فيديو جديد. سلام عليكم.